وفي ألمانيا نصحت توازيرة الداخلية نانسي فيزر المواطنين بتخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا وقالت وزيرة الداخلية إنه في حال انقطع قهرباء لفترة طويلة أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية فسيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في المنازل ودعت الوزيرة الألمان للاهتمام بمنشورة الوزارة لحماية السكان مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل مجموعة أغذية للحالة الطارئة معدل استهلاك شخص واحد لمدة عشرة أيام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة